موسيقى طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أخبار التاسعة من يامن شباب معكم أماني علوان وباسم أحمد والبداية بالعنوين استمرار القطاع الإنترنت لليوم الثالث ومطالب شعبية بإنهاء تحكم ميليشة الحوثي وإيران بقطاع الاتصالات في اليمن قتلى وجرح حوثيون في الظالع ومجلس الحراك الثوري يجد رفضه التدخل الخارجي في الجنوب موسيقى العمالي قد تحبط أكبر عملية تسلل لميليشة الحوثي في الحديدة ودعوات للشرعية والتحالف باتخاذ قرارها الحسم العسكري موسيقى أهلا بكم إذن أثار انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد استهجانا شعبيا واسعا في ظل سيطرات ميليشية الحوثي الإنقلابية على كافة شركات الاتصالات العامة والخاصة أهملتها وتلاعبها بخدمات الاتصالات والإنترنت إضافة إلى تمكنها بمساعدة خبراء إيرانيين لبنانيين من التلصط والتلاعب الواسع وقالت مصادر في صنعاء أن خبراء من إيران وحزب الله اللبناني المصنف إرهابيا على صلة وثيقة بالتحكم بقطاع الاتصالات في اليمن في ظل تركيز إيران وميليشيات بالمنطقة على السيطرة على هذا القطاع في البلدان الخضعة للنفوذ الإيرانية نعم وأكدت المصادر وجود خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني في صنعاء يتولون مهام السيطرة والتنصط على غير ما حدث في العراق حيث باشرت ميليشيا حزب الله اللبناني في السيطرة على قطاع الاتصالات ورصد مراسل يمن شباب في عدة محافظات يمنية مطالبة شعبية للحكومة الشرعية والتحالف بضرورة انتزاع قطاع الاتصالات والإنترنت وإنهاء تحكم صنعاء في شبكاته نعم وكانت وسائل إعلام وتقارير دولية كشفت عن استمرار إيران في إمداد ميليشيات الحوث الإنقلابية الذراع الإيرانية في البلاد بأسلحة وخبراء في مجال السواريخ والصناعة الأسلحة وتقنيات الاتصالات وغيرها يأتي ذلك في ظل استمرار الحكومة الشرعية وقيادة التحالف في خوض قضايا هامشية وترك أهم وأخطر القطاعات الحيوية في قفضة ميليشيا الحوثي وإيران بظل استمرار التحكم بهذا القطاع من داخل صنعاء الخضعة لنفوذ إيران هذا ولا تزال خدمة الإنترنت الأرضي متوقفة في اليمن لليوم الثالث على التولي بشكل كامل في غالبية المحافظات اليمنية بما فيها العاصمة صنع وشكى مستخدمون في مناطق عدة من رداءة خدمة الإنترنت الأرضي متهمين ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء انقطاع خدمة الإنترنت وكانت ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا على شركة يامر نيت أرجعت أسباب توقف الإنترنت لانقطاع الكابل البحري فالكون في السويس وخروج أكثر من ثبانين من سعات الإنترنت الدولية عن الخدمة شكك خبير فني في صحة معلومات حول أسباب تعطل خدمة الإنترنت في اليمن وإعادة ذلك إلى حدوث انقطاع للكبل البحري في قناة السويس وتوقع الخبير الفني رائد الثابت أن تكون ميليشيا الحوثي الإنقلابية هي من تقف وراء تعطل خدمة الإنترنت في اليمن منذ يوم الخميس الماضي وأرجع ذلك إلى شكوك لديه بقيامها بتركيب أجهزة ترصت جديدة حصلت عليها مؤخرا لفرض مزيدا من الرقابة واستبعد الثابت حدوث أي انقطاع للكبل البحري عبر أسماك القرش أو بسبب الغواصات الحربية أو الزلازل البحرية وذلك لكون الشعيرات الزجاجية مغطاة بما لا يقل عن سبع طبقات من ضمنها طبقة من الحديد الصلب الغير قابل للأكسدة في غضون ذلك تحدثت مصادر مطالعة عن تعثر خدمة الإنترنت في اليمن يأتي على خلفية مشاكل بين شركة تليمن والمشغل الدولي ممثلا في شركة فالكون بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية تطورات متسارعة على الصعيد المضي في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقال غير أن مخاوث بارزت في ظل التوجه لتشكيل حكومة كفاءة قبل تنفيذ الخطوات المتعلقة بالجانب العسكري والأمني يبدي مسؤولون حكوميون التفاؤل بتوقيع المصفوفة التنفيذية لاتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي كما تفاؤلوا من قبل بتوقيع اتفاق الرياض نفسه وغرد مسشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي يتولى ملف اتفاق الرياض وتوصل لتوقيع على مصفوفتها التنفيذية مع المجلس الانتقالي الخميس التوصل إلى هذه المصفوفة يضع اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق تطبيق الاتفاق وبحسب بن دغر فإن تنفيذ المصفوفة يبدأ على نحو متزامن بين الشقين السياسي والعسكري اليوم السبت وينتهي بتنفيذ كل متطلبات اتفاق رياض خلال عشرين يوما وينص الاتفاق على جمع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن وتجميعها تحت اشراف مباشر من المملكة العربية السعودية وان هذا الامر بحسب بن دغر سيلجم طموح التطرف نحو استخدامها وتنص المصفوفة بعد تنفيذ نصف خطواتها ان يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين محافظ ومدير امن لعدن ونقل المسؤولية الامنية في عدن الى اجهزة وزارة الداخلية بعد دمج عناصر الانتقالي في قوامها وقال بن دغر يهيئ محضر الاتفاق التقدم نحو امرين جوهريين اولا القيام بخطوات اضافية عسكرية وامنية تضع امن عدن في قبضة الامن العام حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن الى جبهات القتال لتحل ما حلها اجهزة الامن التابعة لوزارة الداخلية الشرطة والنيابات العامة واجهزة البحث والتحري وغيرها وثانيا يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي وهو امر من المفترض انجازه في الايام القريبة القادمة وحول هذه النقطة بالذات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية غرد السفير الصعودي محمد آل جابر مذكرا بالفقرة التي تشير اليها في اتفاق الرياض وهو ما يعكس ربما رغبة الرياض في الذهاب الى تشكيل الحكومة قبل التقدم في الملف العسكري لانهاء الميليشيا واعادة القوات الحكومية الى عدن وفق اتفاق الرياض وتعد مسألة انهاء سيطرة ميليشيا الانتقالي على عدن ونزع سلاحها ورغبة هذه الميليشيا ورعاتها الاقليميين في شرعنتها عبر اشراكها في الحكومة مع بقاء سيطرتها العسكرية على الارض النقطة الجوهرية التي يتعثر عندها اتفاق الرياض وهو ما يبدو ان المصفوف التنفيذية اتت لمعالجته الا ان الكثيرين يشككون في جدية الانتقالي في الانسحاب من عدن او تسليم السلاح الثقيل ويعتقد بشكل واسع ان اتفاق الرياض وان ذهب لبعض التنفيذات الشكلية لبعض بنوده فانه اتى لتكريس الواقع العسكري والسياسي لما قبل التوقيع على الاتفاق وبرعاية ورغبة سعودية الصورة التي سيترجم فيها تنفيذ المصفوفة التنفيذية لاتفاق الرياض هي الكفيلة بتكريس هذه الفكرة عن الاتفاق او ضحضها نبقى سياسيا حيث اكد مجلس الحراك الثوري رفضه تدخل الخارجي في المحافظات الجنوبية من قبل الامارات كما طالب بالافراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الامارات السرية وبمقدمتهم المختطفين من قيادة واعضاء الحراك الثوري الذين اختطفوا من عدد من المحافظات الجنوبية هذا خلال اجتماع الدورة الرابعة للمؤتمر العام الهيئة المركزية بالعاصمة المؤقتة عدن وكرسه المجلس الوقوفي على مستجدات الأحداث في المحافظات الجنوبية من جهته قال مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي في مجلس الحراك الثوري أن اتفاق الرياض لا يعني شيئا للمجلس والذي ينظر للاتفاق على كونه تقاسم أدوار ومصالح بين السعودية والامارات ووكلائها في الأرض كما أكد أبو سراجون مجلس الحراك سيواصل نشاطه المناهض لتدخل الخارجي في المحافظات الجنوبية وفي مقدمة تدخل السافر لدولة الامارات وكذا رفض مجلس الحراك ادعاء المجلس الانتقالي بتمثيل أبناء المحافظات الجنوبية مجلس الحراك الثوري سيقف في هذه الدورة خاصة خلال أسراء القنوب الذين يقبعون في جنازين الاحتلال الاماراتي ومنهم على رأسهم المناضل القسور سالم عوض الربيزي وهناك العشرات بل المئات من أسراء القنوبيين الذين يقبعون في سقون الاحتلال إننا في هذا الضرب المناشد المسؤول الجديد القائد التحالف السعودي الذي متواجد هنا بعدن أن يحدد أين الأسراء هل سلموكم الامارات أسراء الأسرانة صدت قوات مشتركة من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية هجوما واسعا شنته الميليشيا الحوثية على جبهة الجب بمحافظة الضالع نعم وقال مصدر عسكري لقناة يمن شباب إن ميليشيا الحوثي شنت الهجوم في محاولة منها للتقدم نحو وادي صبيرة وسط تغطية نارية كثيفة وأضف المصدر أن القوات المشتركة تصدت للهجوم وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع بعد سقوط قتل وجرح من عناصرهم نبقى عسكريا حيث استشد القائد في الجيش الوطني العقيد عبد السلام الأصهب في معارك نشبت مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية اليوم السابت شمال غرب مدرية قعضبة وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن العقيد الأصهب والذي يقود جبهة حمك استشهد في معارك خاضها في قوات الجيش ضد ميليشيا الحوثي في قطاع حبيل العبد الفاخر نعم كما أضاف المصدر أيضا أن الأصهب قاد معركة تحرير جبل العبد من الميليشيا الحوثية أو حبيل العبد عفوان شمال الفاخر واستشهد في تلك المعركة ويعد العقيد الأصهب أحد أبرز القيادة العسكرية التي أسست النوات الأولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة وخض معركة تحرير المديرية في أغسطس من العام 2015 ومعركة التحرير الثانية في مايو من العام المنصرم إلى الحديدة حيث أفشلت وحدات من ألوية العمالقة محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية إلى مواقعها شرق مدرية الدرهي هيمي جنوب المحافظة وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية دفعت بأكثر من 200 من عناصرها في أكبر عملية تسلل غير أن العملية فشلت عقب تصد قوات تابعة للواء الثالث مشاه بعد مواجهات استمرت لساعات نعم أسفرت العملية عن تدمير عدد من منصات السواري قصيرة المدى وقواعد المدافع في حين لقي قائد المجموع مصرعه بعد أن تم استهدافه ومحاصرته من قبل فرقة الاقتحام مع عدد من عناصر الميليشيا فيما أطلق قادة الهجوم النار على العناصر الفرع وذكرت مصدر طبية وصول 14 قتلى من الميليشيا إلى مستشفى باجل وقتيلين اثنين إلى مستشفى بيت الفقيه نبقى في الحديدة حيث طالب المتحدث الرسمي باسم عمليات الساحل الغربي والضاحي الدبيش طلب الرئيس عبد الرب مصر هادي بإعلان فشل اتفاق السويد واتخاذ قرار بالتوجه نحو الحسم العسكري في المحافظة وكشف العقيد الدبيش عن التوجه بطلب إلى البعثة الأممية في مدينة الحديدة بنقل بعثتها إلى إحدى المحافظات أو المناطق المحرارة التابعة للشرعية لتسنى للقوات المشتركة التحرك بحرية وأكد دبيش أن القوات المتمركزة في الحديدة تمتلك القوة والقوات على اكتساح ميليشيات الحوثي وتحرير مدينة الحديدة نزلنا في الحديدة حيث توفيا ثلاثة أطفال وأصيب المئات جراء تفشي حم الضنك في مديرية الصليف المحافظة نعم وأكد مصدر طبي لقناة يمن شباب أن ثلاثة أطفال توفوا خلال الأسبوع الماضي فيما أصيب نحو نصف سكان مديرية الصليف بوباء حم الضنك وسط غياب المنظمات الإنسانية وتجاهل السلطة المحلية التابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية لما يحدث وأشار المصدر إلى أن المديرية تعيش وضعا كارثيا نتيجة تفشي الوباء شحة الأدوية وندرة الكادر الطبي وعدم وجود مراكز طبية لاستقبال المصابين سوى مشفى ريفي صغير ممتلئ بالمصابين وفي مدينة الحديدة مركز المحافظة أكدت مصادر محلية وأخرى طبية وفت عشرات سكان خلال الأسبوع الماضي وإصابة الألاء بوباء حم الضنك والمالاريا والأونفوانزة وسط تعتيم على عدد الضحايا من قبل السلطات الطبية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي قال الشيخ أمين حسن أحد وجهاء مديرية ساحل تعز إن أراضي ساحل تعز تتعرض للنهب والسلب من قبل عصابات استغلت غياب الدولة هناك أضف في تصريح اليمن شباب أن ساحل تعز يتعرض لكافة أشكال النهب في منطقة تشكل 42% من مساحة محافظة تعز الأمر الذي قعل طبعا فتح المقال شهيا أمام عصابات الفيد أمام عصابات النهب الأراضي اليوم مدرية الساحل تنهب أراضيها بشكل مريع سواء العامة أو الخاصة سواء أراضي الأوقاف أو أراضي الأملاك المعروف أن مدرية الساحل وبالأخص مدرية الذباب والمخى تمثل ما يقارب 42% من مساحة محافظة تعز مساحة المخى لوحدها 1760 كيلومتر بربع مساحة شاسعة كبيرة ساحلية يطمع فيها كل من في قلبه مرض وفي السياق قال الشيخ أمين حسن لقناة يمن شباب أن طارق صالح استولى على أراضي تقدر مساحتها بالكيلومترات لأتباعه في مدرية المخى كما أضاف أن أعمال البسط والبناء على ساحل تعز شملات المتنفسات وأراضي الدولة والأوقاف وحتى المحجر الصحي منتزهات في المستقبل أو تقام فيها منتجعات أو كذا اليوم يتم عليها السطو تحت مسميات عدة كان آخرها ما قام به طارق محمد عبدالله صالح عندما قام بالاستحواذ على مساحة كبيرة بالكيلومترات تحت مسمى أنها لحراس الجمهورية نشرت ميليشيا الحوثي الانقلابية نقاط تفتيش في مديرية ماوية بشرق تعز بذريعة ملاحقة متعاملين بالطبعة الجديدة من العملة نعم وقال مدير عام المدرية عبدالجبار الصراري في مداخلة مع قناة يمن شباب قال إن ميليشيا الحوثي كثفت بالانتهاكاتها في ماوية بصورة غير مسبوقة مؤخرا وقامت بنهب عدد من محلات الصرافة في منطقة الشيشة وذكر الصراري أن الميليشيا نشرت نقاط التفتيش بالتزامن مع عمليات اختطاف طالت طبيبا ومساعده في منطقة حوامرة التي تعاني من انتشار الأوبئة كما ذكر الصراري أن الميليشيا خطفت طبيبا ومساعده من مقر عملهم في مركز يدعمه صليب الأحمر ويعمل على رصد وحصر الحالات الوبائية في تلك المنطقة أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان توثيقه 33 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر ديسمبر من العام المنصر وقال المركز في بيان صحفي له اليوم أن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 15 مدنيا بينهم طفل واحد مضيفا أن ميليشيا الحوثي تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين من هؤلاء بالرصاص المباشر وفي السياق أكد المصدر مقتل ثلاثة مدنيين برصاص تشكيلات مسلحة غير شرعية وخمسة بنيران مسلحين مجهولين فيما قتل ثلاثة آخرين برصاص مباشر لأفراد في الجيش الحكومي إضافة إلى مقتل طفل واحد جراء التعذيب في سجون أحدى فصائل الجيش الحكومي كما ذكر تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن فريقه رصد وقوع الثلاث عشرة حالة انتهاك لممتلكات خاصة منها تضرر أربعة منازل وثلاث مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل ميليشيا الحوثي كما تضررت خمس مركبات جراء اشتباكة مسلحين خارج إطار الدولة فيما تم رصد نهب محل صرافة من قبل مسلحين كما أشار التقرير الشهري للمركز إلى المناطق التي طالها قصف ميليشيا الحوثي ومنها الأحياء السكنية في شمال وشرق المدينة وتطرق التقرير إلى ما تعانيه المدينة جراء الحصار الجائري من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية من الجهة الشرقية والشمالية والغربية ومحاولتها قطع الشريان الوحيد للمدينة بالهجوم على سائلة سوق الربوع من أحية الجنوب الذي يصلها بالعاصمة المؤقتة عذر كما أشار إلى استمر حالة الانفلات الأمني ومؤصلة عملية الاقتيالات والقتل والنهب والاعتداءات من قبل مسلحين خارج الدولة أو أفراد يتبعون فصائل في الجيش الحكومي أو مجهولين يثيرون الفوضى أشهرت قبائل بني صوريم في عمران الملتقى القبلي الجامع لمديريتي خمر وبني صوريم ويهدف الملتقى إلى لم شم قبائل المنطقة وجمع كلمتهم ومساندة قوات الجيش الوطني من خلال الحجد المستمر لجبهات من أبناء المديريتين ومواصلة القتال ضد الميليشيا والإسهام في حل المشاكل والقضايا الاجتماعية والاهتمام بأسر الشهداء وكذلك الجرحى الهدف من إشهار الملتقى في الأصل الملتقى حاضن اجتماعي لأبناء مديرية بني صوريم وخمر كبيلة بني صوريم هذه الحاضنة هذا الملتقى هو في الأصل لدراسة همومهم ومشاكلهم وإن شاء الله السعي في حلها والملتقى في الأصل إن شاء الله هو يعتبر رافض للجبهات وتواصل مع كل القبائل وكل الشخصيات الاجتماعية من أجل الحشد وتشهيز الناس لتحرير ما تبكى من الأرض وضرض الكهنوس بإذن الله ألقى يعتبر نواه ولبنة أساسية وغضاء وحاضنة ووعاء لأصحاب قدرات وكفاءات وتضحيات من ضباد الجيش الوضني وأصحاب الكفاءات والقدرات من وجاهات محافظة عمران وجميع أبنائها الذين ينضمون تحت لواء الشرعية والذين لهم هدف حاسم وقوي وهو مواجهة المد الإنقلابي الحوثي الصفوي والذي لا يمكن مواجهته إلا بتوحد القوى ولما الصف ورس الصفوف ولما الشعث وأن نكون تحت لافتة واحدة وهذا هو المأمول والمضلوب من هذا الملتقى الطيب المبارك نأتي الآن رياضيا حيث تنطلق غدا الأحد على ملعب سيئون الأولمبي منافسة الأدوار النهائية لبطولة الدورية التنشيطي لكرة القدم وستقام جميع مباريات الأدوار النهائية على الملعب الذي أصبحت أرضيته جاهزة لإقامة المباريات فيما لم تستكمل بعد معظم التجهيزات في هذا الملعب وتشارك في نهائيات الدورية التنشيطي أندية أهلي صنعاء واليرموك والتلال ووحدة عدن واتحاد أب والهلال الساحلي وشعب حضر موت وأهلي تعز أحياء نجوم الزمن الجميل في محافظتي عدن وتعز ذكرى وفاة الكابتن عدل إسماعيل بمباراة استراضيقة جمعت نجوم المحافظتين على ملعب الشهداء في مدينة تحز أحياء في تاريخ كرة القدم قدامى في نزال على ملعب الشهداء إلى حصد لقب بطولة الفقيد عادل إسماعيل حارس طليعة تعز في الزمن الجميل مباراة اليوم هي تكريم للحارس العملاق الحارس عادل إسماعيل الذي كان حارس المنتخبات الوطنية سواء كان في القنوب أو في المناطق الشمالية حيث كان حارس من المنتخبات وحارس نادي شمسان وأقاكمل هنا في بداخل تعز مع نادي الطالعة وقدم الكثير والكثير من نجومية حرسة المرمى مباراة هي الأكثر إثارة على ملعب الشهداء ضمت قدامى لعب عدن وتعز ونظمها مكتب الشباب والرياضة طبعا سعيد بقودي في حنفر تعز وهذا شيء جميل عني وذل عدس الرياضة لها إن شاء الله إن شاء الله الله يعمل الخير والأمان للبلادنا وبعد منها كل إشار إن شاء الله هذا اليمن يعني غالي علينا واليوم ما قيله فيه فعاليات عن المهارجال مرحوم مع اسماعيل وهذا يعني أقل شيء نعمل له عن الكتن كبير لنا البطولة فاز بها نجوم تعز بهدفين لهدف لكن الكأس أهداه اللاعبون لنجوم عدن وتلك هي الروح الرياضية التي حملوها لأجيال ظلت تتعلم منهم المهارة والأخلاق الرياضية بارة اليوم تقام ذكره وتخليد للحارس الدولي برد عادل اسماعيل الذي لعب في المحافظة القنوبية وعاد ولعب أيضا هنا في نادي الطليعة ودرب خلال فترة من الزمن حراك كروي تشهده مدينة تعز من عام إلى آخر إذ لا تكاد تتوقف الكرة عن الحراك في أرضية الملعب إلا وعاودت تحليقها في سمائه فإن غاب الأشبال والشباب عاد القدامى غمار من أجل المنافسة اجتيزت فيها صعاب طريق الرابط بين تعز وعدن لتعود الكرة التي لطالما جمعت المحافظتين إلى أرضية ملعب ما زال يتذكر أقداما خاضت فيه أروع البطولات عبد العزيز ذبحاني من شباب تعز تظهر عشرة الرياضيين من جماهير ناديي الشعب والاتحاد في محافظة أب رفضا للتعصفات التي طالت نادي الاتحاد من قبل مدير مكتب الأوقاف بندر العسل والمعين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تفاصل أكثر عن هذا الموضوع في التقرير التالي الرياضة خط أحمر هتاف ردده الجمهور الرياضي في محافظة إب خلال تظاهرة رفضة لتعصفات مدير مكتب الأوقاف بندر العسل والمعين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية العشرات من جماهير ناديي الشعب والاتحاد احتشدوا في شوارع المدينة مرددين هتافات تطالب بوضع حد لانتهاكات مدير مكتب الأوقاف بحق الناديين وبلغت تعصفات بندر العسل حد اختطاف الأمين العام لنادي اتحاد إب الكابتن أحمد البريد وأحد المستثمرين بالنادي مطلع الأسبوع الجاري واحتجازهم لعدة ساعات في سجن خاص أنشأته الميليشيا في مكتب الأوقاف وكان مسلحون حوثيون قد دهموا ملعب نادي الاتحاد أكثر من مرات خلال العام الماضي بهدف اتزاز نادي الذي يفتقر للدعم كما في السابق من قبل التجار ورجال الأعمال ولم يتبق له سوى مصادر محدودة متمثلة بإيجارات بعض المتلكات النادي والتي تسعى الميليشيا في مكتب الأوقاف للاستحواذ عليها كما واصلت الميليشيات مضايقة المستثمرين بالأندية الرياضية واختطفت رجل الأعمال محمد العهراني أحد المستثمرين في نادي اتحاد إب والذي اتفق مع إدارة النادي على إنشاء حديقة مائية في أرضية تابعة لنادي الاتحاد قبل الإفراج عنه مع الأمين العام للنادي الكابتن أحمد البريد ختم النشرة وهذا تذكر بأهم ما جاء فيها استمرار القطاع الإنترنت لليوم الثالث ومطالب شعبية بإنهاء تحكم ميليشيا الحوثي وإيران بقطاع الاتصالات في اليمن قتل وجرح حوثيون في الظالع ومجلس الحراك الثوري يجد رفضه التدخل الخارجي في الجنوب العمل قد تحبط أكبر عملية تسالل لميليشيا الحوثي في الحديدة ودعوات الشرعية والتحالف باتخاذ قرار الحسم العسكري إذن نشكر لكم مطيبة المتابعة دمتم ودام الوطن بالفخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة